شهد عام 2023 قفزات كبيرة جداً احنا انتقلنا من بعد قرارات مجلس الوزراء من عشر مؤسسات حكومية لديها أداة دفع الكتروني إلى الآن يوجد 558 مؤسسة حكومية تمتلك على الأقل نافذة واحدة للدفع الكتروني إضافة إلى زيادة عدد البطاقات المصرفية العام الماضي بمليونين ونصف بطاقة ليصبح مجموعة البطاقات المصدرة في العراق 18 مليون بطاقة تقريباً إضافة إلى عمليات الجباية الحكومية اللي ارتفعت إلى مبلغ 418 مليار دينار بما يقارب حوالي 500 ألف حركة دفع قطعاً هذه السنة عمليات التحول ستكون بشكل أكبر خصوصاً بما يتعلق باستخدام أدوات دفع الكتروني في القطاع الخاص بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة اعتماد العراق للدفع الكتروني تحت مظلة وتوجيهات حكومية والبنك المركزي العراقي وأيضاً دعم كبير من المؤسسات المالية سواء المصرفية أو الشركات الدفع إن شاء الله سنشهد تغيرات كبيرة في هذه المرحلة